ده بإوعى إوعى يعني هو الاسم كاتشي قوي الاسم يخطف إوعى ممكن تتفهم بكذا طريقة يعني إوعى اللي هو بما معناه إحذر إوعى تعمل كده إوعى تاكل من هنا إوعى تروح هنا أو إوعى باللغة الدرجة أو باللغة بالبلدي كده زي ما بيقولوا إوعى لما بنقول لحد إوعى أو وسع مثلا هي ليها علاقة أكتر أو لحراتك أسطي أكتر بقى أما أنا طبعا عرفت الموضوع وقريت وكده هو عن الوعى إوعى يعني اتوعى أو صح كده خليك ويعى كانت الأسامي التانية اللي إحنا بنتكلم فيها دي وحداتك بتكتبي إوعى أو بتختاري الاسم كانت في بالك المعاني المختلفة لكلمة إوعى بصي هو يعني أول نصيحة الأم بتديها لولادها هم نازليه مثلا في الشارع بتقول لهم إوعى خد بالك من العربية اللي هتعدي فكأنها بتدي له رسالة وعى بتحذره بتقول له خد بالك من كذا هو الوعي تحذير هو الوعي تحذير صحيح وكمان برضو زي ما أنت قلتي معناها إيه وعي يعني وسع دايما بدلغة درجة يعني هو اللي عنده وعي الدنيا بتوسع له فعلا ده حقيقي ده حقيقي إيه اللي لفت انتباهك أو إيه اللي حسسك إنك في الوقت ده محتاجة تكتبي كتاب عن الوعي أو عن فكرة الوعي بشكل عام إن إحنا نكون عندنا من الوعي الكافي في حياتنا اللي يخلينا نعرف نتصرف مزبوط نعرف نحس مزبوط نعرف نسيطر على مشاعرنا بشكل مزبوط أيا ما كانت نوع المشاعر دي سلبية أو إيجابية معه السلبي لما بيزيد بيبقى مشكلة والإيجابي كمان لو خرج عن حدوده ممكن يبقى مشكلة برضو كبيرة هو الفكرة جات لي من إيه أول حاجة لأهمية الوعي